السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية ورقية لأم يارا وصفتنا لنا هاليوم حلوة الجوزة هاد الحلوة يعني من زمن نعرفوها ميليوم جبتها لكم بطريقة جديدة وراح تكون بتلث حشوات مختلفة نمر مباشرة نتعرفو على مقادر الوصفة وطريقة تحذيرها لهاد الوصفة نحتاجو 250 قرام مارغارين زدت عليها زوج حباتة على البيض وكاس غربة سكر ناعم مغرفة صغيرة لفاني ورشة ملح جبت هنا يا الباتوغ ونضرب هاد المكونات ملح هنا الباتوغ مشي ضروري انا دايما في سابلي كتشوفوني درت الباتوغ اعرفو غير باش نزرب برق اشتو دايما كيتخدموه بالباتوغ وبالخف هاد المكونات يتخلطو على هادي اللي عندها باتوغ تخدم به واللي ما عندهاش تخدم غير بالفوي هنا بعد ما خلطتهم ملح زيت نص كاس انشا اللي هو المايزينة ونسيه كيفاش ندخلها ملح في الخاليط اللولاني وبعد هنا نطفع للباتوغ خلاص من زيتش نخدم به نبدأ نزيت في الفارينا حطيت هنا الكاس اللول وزيت الكاس الثاني نزيد عليهم مورفة صغيرة خميرة كيميائية ونبدأ نطم في العجينة هنا العجينة يتبان تتلاسق بزاف على هادي حنزيد لها كاس فارينا ونطم هنا شفوها مازالها تتلاسق ما راني ش هنزيد الفارينا بس هاد الخاليط رحنقسمو على ثلاثة من توما الى ما راكم ش هتقسمو زيدو لها الفارينا ولازم تحصلو على عجينة ويكون القاوم بتاها كما عجينة سابلي انا هنا حنقسمها على ثلاثة وحنديرها بتلت ادواق الدوق اللولاني اللي حنستعمله هو دوق البيستاش جبت هاد الملون اللي هو ملون ومعطر في نفس الوقت نسيك فاش ندخلو في العجينة ومبعد نجيب الفارينا ونزيد غير شوية برق وهنا بعد ما نطمت العجينة يولي القاوم بتاحها كما عجينة سابلي جبت هاد ساشي ونحط العجينة وندخلها للثلاجة ونخليها ترتاح حطوها في الثلاجة من تحتها ماشي في الكونجيلاتور اهنا الذوق الثاني اللي حنديرو هو ذوق الفارولة على هذي حطيت هاد الملون واللي هو معطر في نفس الوقت بذوق الفارولة ونسيك فاش ندخلو في العجينة ونزيد الفارينا غير شوية برق ونطم العجينة حتى نتحصل على العجينة تكون بقوام عجينة سابلي هاي لك العجينة هنا ينطمت نحطها في صاشي وندخلها للثلاجة ونخليها ترتاح نروح وضوكا للذوق الثالث اللي حيكون بذوق الكاكاو جبت هنا مغرفة كبيرة تاع الكاكاو نجووزها في صفايا ونسيك فاش ندخلو مليح في العجينة وهنا مكلة تزيد الفارينا كيما نعرفو الكاكاو يشرب مع انتها مكلة نزيد لها الفارينا العجينة رح تنطم وحدها هاي لك هنا بعد ما طميتها كيف كيف نديرها في صاشي وندخلها للثلاجة ونخليها ترتاح هنا بعد ما كملتهم كامل نبدأ نجبد العجينة اللولانية اللي حطيتها ترتاح كانت هاد العجينة اللي بذوق البستاج نشكلها كوراية غير صغيرة اهنا اللي عندها ميزان تديرهم وزن استاقرام ولي ما عندهاش ديروه معاكا غير صغير ورين برك اهنا ديرت 12 نحبه وعاودت تغلفت ساشي ودخلتها للثلاجة عالش ديرت غير 12 بسك هاد البانينوز اللي حنطيب فيها القاطو فيها 12 نحبه نشد كل كوراية نديرها هاكا شكل تميرة وندخلها في البانينوز نكملهم كامل بنفس طريقة وبعد نغلق عليهم البانينوز ونخليهم يطيبوا ومرة على مرة فتحوا شوفوهم الى لقيتوهم مازال ما طابوش عادي عاودوا غلقوا عليهم وخلوهم حتى يطيبوا انا هنا بعد ما طابوا لي شوفو كفاش يجو يجو فيهم هادوك الزوائد وهادوك حاجة عادية لازم يجو بسك هنا لو كان نقصنا من الوزن تاع الكوراية كي نحطوهم يطيبوا ورح يروحونا بجيها الشكل يعني ما يجيش كامل سواسوا على هادي لازم يطيبوا هكا وهادوك الزوائد باش ننحوهم حاجة سهلة هنا غير بمقص نروح معها غير بشوية برك رح يتنحو معايا بلا ما تتكسر الحبات على القعضو شوفو هنا كي طايتها شكلتها بزاف شباب هنا كيف كيف نروح للعجينة اللي كانت بذوق الفارولة ونخدمها بنفس طريقة وكي نكملها نزيد نجيب العجينة اللي بذوق الكاكاو وكيف كيف كوريات وزن استاقرام نحطهم في البانيونوز نغلق عليهم غير يطيبوا نحيلهم هادوك الزوائد وبعد نروحوا للمرحلة باش نحشوهم وهنا يا برك حبيت نخبركم بلي راني فتحت حساب على كوكباد هاد الحساب نحط فيه وصفاتي يعني كامل وصفات التوعية راكم حتلقاوهم مكتوبين بالتفصيل راكم حتلقاو الصورة والآسمة الحلوة المقادر وطريقة التحضير خطوة بخطوة اللي حبيتوا يعني تدخلوا الحساب بتاعي حاجة سهلة ما عليكم غير تحملوا هاد التطبيق وراح نخليكم في صندوق الوصف رابط حسابي وتلقاوه تاني كرابط هاد الوصفة مكتوبة بالتفصيل اهنا بعد ما كملت طيب تلقاطه التاعي كامل ونقيتو شوفوا الشكل تاعوش حاله وشباب يعني هنا مازال محشيناه شوراه هو يبان باللي شباب ومام هاد الوصفة يعني حتخرج لكم كمية كبيرة كيما شفتوا 250 قرام مارغارين خرجت لي كمية لبس بيعم نروحو ضكال الحشو كيما قلت لكم في البداية تع الوصفة راح نديرو تلت حشوات الحشوة اللولانية راح تكون بشوكولاتة الطلي انا في هاد الوصفة راح نستعمل غوتيلا عندي ذوق البندق بقى فيها غيش شوية وقلت نكمله الى ما كفانيش نستعمل الذوق ثاني ليكون بالحليب وهنا كانوا عندي حبيبات تاع البندق كانوا بقاولي من وصفة كنت خدمتها معاكم عندها شحال والبندق مشي ضروري بينسوق كل واحد يشوف مقدورو ويشوفوش عنده فالدار كيما دايما نقول لكم الطبخ مهوش علوم دقيقة مهوش لازم ولازم يعني كل واحدة تدير على الحساب ووش عندها فالدار وعلى حساب المستطاع التاحة انا هنا يجبت هاد الابوش اللي يتبعوه في الاسواق يديرو الفرك يعني مشي كامل غاليين وحطيت شوية تاع الشوكولات هاد شوكولات تاكتيني قوتيلا بزاف شربانة نحبهم ونبدأ نعمر في القعطو هنا تحبو تخدمو بالمغرفات تقدرو مي شوية حاجيكم الخدمة ماشي نقية نجب خيفا غديرو هكا فلابوش نجيكم الخدمة نقية وما متكملوها بالخف شديد هنا يلقاطو قلبتو كامل بش جيني الخدمة سهلة ونبدأ نعمر اهنا كي تكونو تعمرو حطو كمية مليحة سوختو في الوسط ونبعد نزيد الحباتة البندق ونجيب النص حباتة الجوزة دوزيام منديرش فيها الشوكولة نحطها هكا كدو كوحدها تلسق شوفو الشكل تاحاش هالجاش باب جتبا صح حباتة الجوز نزيد معاكم حبام شديد نص حباتة الجوز وندير فيها كمية مليحة شوكولة ونصغطو في الوسط ونبعد ندخل الحباتة البندق ونغلق عليها نكملوهم كامل بنفس طريقة ونروحو للحشو الثاني الحشو الثاني حنستعمل فيها هاد العصيدة الفخونبواز زي تباع في الاسواق دوكنو وراها لكم هايليك انا في الحقيقة يعني حنطيكم مرأيي الخاص انا ما عجبتنيش بزاف يقول تحا ما عجبنيش كاي الناس اللي يحبوا هذك الذوق تحاجة قارصة وحلوة في نفس الوقت انا ما يعني ما عجبنيش هذا الذوق ما يعطيته لكم فكرة بس كو كل واحد والذوق تاعه كما شفتو حطيت كمية فلابوش وبعد نشد نص حباتة الجوز نعمرها والنص تاني ما نعمروش نحط غير شوية برق ونلسقها اهنا كي تكونوا تعمروا ماشي كما الشوكولة مقبيلة ديرنا غير في نص جهالة كما قد لكم النص اللولاني يعمروها مليح والنص تاني غير شوية برق ونغلقها راح نتحصل على هات الشكل والحشو الثالث راح نستعمل كوكاو اللي كنت حمصته ورحيته وشوية تاع توفيا كرامل حطيت هكا كمية ونحرك مليح وهنا بعد ما خلطت مليح نبدأ نحشيف القاطو التاعي هنا تحبوا تخدموا بمغورفا ولا تخدموا بلابوش يعني هتعطيكم نفس النتيجة انا صحيت بديتها بلابوش نكملها بيها نحط كمية غير قليلة برق وهنا كي تديروا يعني الكوكاو كمية غير قليلة برق هتحشي لكم بزاف بس كل حجم تاع القاطو هذا جاي غير صغير كي وسمو حبة الجوزة يشبه لحبة تاع الجوزة ما في الحجم يجي كما هي نشد نص حبة تاع القاطو ونحط فيها كمية مليحة تاع الحشو قطرو هكا بزاف ونص ثاني ما تحطوش شدو هكا كفارة وتضغطو رح تلسق معاكم يعني حاجة سهلة ما كاش ما اسهل منها نكملهم كامل بنفس طريقة ونوريهم لكم في طبق تقديم وهذا هو الشكل نهائي الحلوة نالينا هاليوم حلوة الجوزة بمقادير بسيطة وكمية كبيرة الله يبارك والحاجة المليحة انه فيها بزاف اذوق عطيت لكم ثلاث افكار وانتو ما يعني الحاجة اللي تحبوها بيمسوا يغديروها قربت لكم هنا حبة من كل نوع كما راكم تشوفو الشكل تاحا جاي شاهي وصاح جت بزاف بنينة ونبش نكون صارحة معاكم اللي عجبتني كتر وكتر هي اللي كانت بذوق الكاكاو نقسم لكم حبا ماشتشوفوا القاوة متاحا كما شفتوا مع توشيطات نكات الدوب في الفم نزيد نقسم لكم ثاني اااااا الظوق ثاني؟ كيف كيف نشوفو كفش جام ونزيدو اخر ذوق فوالا ها كان اني لحقت نهاية الوصفة تا اليوم اللي نتمنى انها تكون عجبتكم واذا عجبتكم متنسوش تديرو لي جاملة فيديو وتبردجيوها مع الاصديقاء واذا جربتو الوصفة متنسوش تاني تحطو لي تطبيقاتكم على كوكباد ذو كما بقى لي غنقو لكم تحطو في روحكم ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى عن قريب مع سلامة